يا أهل الهدى والذكر أفتولي نسير على منهج الله ونقتدي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كل الميادين وفي كل المجالات ثم إن الله سبحانه وتعالى حكيم ما معنى حكيم؟ قد يقول قائل إذا كانت المرأة تصلي وحدها لماذا تغطي رأسها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم في برنامج فتاوى وتوجيهات نتناول اليوم تصحيح بعض المفاهيم المنتشرة بيننا هذه المفاهيم هي خليط من المعارف والعلوم التي تأتي من التقاليد ومن غير ذلك أيها المشاهدون الكرام إنه يجب على المسلم أن يقيد تفكيره وألفاظه وأعماله بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نعلم أننا محاسبون على ما تنطق به ألسنتنا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أكثر خطايا ابن آدم في لسانه إذن علينا أن نقيد هذا اللسان فلا نعطي له الحرية لكي يتكلم بما يشاء بل علينا أن نقيده هناك مفهوم في الكلام واللسان وهو مفهوم خطأ منتشر عند كثير من الناس يقولون هذه طريقة للكلام وباللغة الفرنسية يقولون ما فيها ولو ما فيها شيء نتكلم لا لسانك أنت محاسب على ما يخرج منه فمن المفاهيم المنتشرة عند كثير من الناس الحكم على الإسلام من خلال تصرفات بعض المسلمين المخطئين أو المستقيمين على دين الله وهذا خطأ إذا أردنا الإسلام الصحيح علينا أن ننظر إلى مصادره الأصلية وهي كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وسيرة الصالحين من هذه الأمة خاصة العلماء الربانيين الذين يمثلون بفتاويهم وأقوالهم الإسلام الصحيح إذن علينا أن نزيل هذا المفهوم فلا نحكم على الإسلام من خلال تصرفات بعض المسلمين المخطئين هناك مفهوم آخر خطأ علينا أن نعالجه وهو أن كثير من الناس يظنون أن التدين والتمسك بالدين الإسلامي معناه الحزن والفقر والموت وأن التدين إنما هو لكبار السن فقط أما الشباب فعليهم أن يمرحوا وأن يضحكوا وأن يستمتعوا بملذات الحياة سواء كانت حلالا أم حراما وهذا المفهوم خطأ بل التمسك بالإسلام هو الحياة الحقيقية وهو السعادة قال الله تعالى من عمل صانحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وننجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح إذن السعادة الحقيقية يا عباد الله في طاعة الله في التمسك بالإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجدادنا من السلف الصالح هذه هي السعادة الحقيقية أما من يظن أن السعادة في المعاصي وفي المحرمات فهذا مفهوم خطأ كذلك من يظن أن الاستقامة على دين الله إنما هي لكبار السن لأنهم لم يبقى بينهم وبين القبر إلا خطوات أما الشباب فعليهم أن يستمتعوا بهذه الحياة وينطلقوا نعم انطلق في هذه الحياة لكن الحلال أما أن تظن أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا المحرمات ليقهرنا لكي يجعلنا نعيش في حزن هذا مفهوم خطأ جاء من عدم الفهم الصحيح للدين الإسلامي ومن المفاهيم كذلك المغلوطة أن بعض العصات من المسلمين الذين يفعلون المعاصي كشرب الخمر مثلا يقولون بعد العيشاء افعل ما تشاء فتراه يصلي فإذا صل العيشاء يذهب إلى زجاجته الحبيبة التي تنتظره حتى يعانقها وتعانقه لا يا أخي بعد العيشاء افعل ما تشاء نعم من الحلال لك في الحلال غنية أي تستغني بالحلال عن الحرام إذن هذا المفهوم خطأ يجب علينا أن نزيله من حياتنا من المفاهيم الخاطئة المنتشرة في المجتمع هناك من يقول ممن لا يصلي أو يفعل المعاصي كشرب الخمر وغير ذلك إذا قلت له يا أخي لماذا لا تصلي عليك بإقام الصلاة أترك المعاصي أترك شرب الخمر يقول لك نعم حتى يهديني ربي هذا خطأ إن الله سبحانه وتعالى لا يهديك إذا أنت لم ترد الهداية ولم تنوي الهداية ولم تفعل الأسباب لأن الله تعالى يقول ويهدي إليه من أناب إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى يهدي قلبك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إذن عليك أن تؤمن بالله قد يقول قائل أنا مؤمن بالله نعم لكن الإيمان ليس في القلب فقط الإيمان بالله بالقلب وباللسان وبالجوارح وبالعمل ثم نضرب لك مثلا من الذي يرزق يقول لك الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا طيب اجلس لبيتك ونم في الصباح ستجد أمامك ما شاء الله قهوة وحليب وحلويات وطعام ولحوم تجد هذا؟ لا يقوم في الصباح ويجري إلى العمل ويسعى كذلك الهداية إذا أردت أن يهديك الله أبذل الأسباب أبذل الأسباب توجه إلى الله توضأ اذهب إلى المسجد صلي لله ابتعد عن أماكن المعصية ابتعد عن رفقاء المعصية ابتعد عن التفكير في المعصية يهديك الله سبحانه وتعالى كذلك من المفاهيم الموجودة في المجتمع هناك من لا يأمر أولاده بالصلاة ولا يأمر الإناث من بنات وأخوات بالحجاب بدعوة ماذا؟ حتى يقتنعوا أنا لا أجبرهم هذا خطأ مرة كنت جالسا مع بعض القريبات وأنا من محارمها فقلت لها لماذا لا تتحجبين؟ قالت أنا لست مقتنعة بالحجاب فقلت لها هذا خطأ مفهوم خطأ قالت كيف؟ وأبوها موجود وأبوها يوافقها على هذا المفهوم قلت لها لو أن إنسانا دخل إلى مؤسسة للعمل وقيل له أنت مقبول ووقع العقد أنه سيشتغل فقيل له تأتي على الساعة الثامنة صباحا وتنصرف على الساعة ثانية عشر وتعود على الساعة الواحدة أو الثانية زوالا يقول لهم أنا لست مقتنعا أنا سآتي على الساعة العاشرة صباحا يقول له لا أنت وقعت كذلك أنت أيتها المسلمة وقعت مع الله ما هو التوقيع؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا التوقيع خلاص هذا اقتنع أما من تحجبش حتى أقتنع من صليش حتى نقتنع هذا خطأ أنت مقتنع خلاص عليك بأن تسير في طريق الله سبحانه وتعالى مع الاستعانة بالله مع تعلم العلم الشرعي مع التحصن بذكر الله حتى لا يختطفنا الشيطان الرجيم إذن الله تعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد الآية قال علي بنبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية علموهم وأدبوهم إذن هذه مسؤولية ما تقول لي حتى يقتنع لا مانع أن تقنعه وأن تعلمه لكن حتى يقتنع فلا تأمره هذا خطأ وقال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام من المفاهيم الخاطئة التي يجب علينا أن نصحيحها حتى تستقيم حياتنا على الإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح من المفاهيم الخاطئة هناك من يقول في المجتمع أنا لا أسرق لا أظلم لا أعتدي لا أكذب بدون صلاة وهذا دليل على طهارة قلبه وهذا خطأ إن ترك الصلاة أخطر الذنوب بعد الشرك بالله لا يوجد ذنب أخطر من ترك الصلاة بعد التوحيد بعد الشرك أيها المشاهدون الكرام علينا أن نوحد ربنا سبحانه وتعالى وأن نحذر الشرك ثم علينا أن نحذر ترك الصلاة وعدم العناية وعدم العناية بالصلاة إن ترك الصلاة كما يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى إن ترك الصلاة أعظم إثما من السارقة ومن الظلم ومن الاعتداء ليس معنى هذا أن السارقة جائزة لا ولكن الصلاة شيء عظيم في الإسلام فعلينا أن نحذر من هذا المفهوم الخطأ وبعضهم يقول أنا لا أصلي وأنا أحسن من الناس الذين يصلون ويخطئون نقول له لا أنت أعظم إثما من الذين يصلون ويخطئون لأنك تركت شيئا عظيما في الإسلام بعد التوحيد لله سبحانه وتعالى وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا قال الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ التي صليتموها أيها الصحابة إلى بيت المقدس ثم تحولتم إلى القبلة التي هي الآن الكعبة المشرفة من المفاهيم الخاطئة وهو له ارتباط بما سبق هناك من يقول الصح فالقلب الإيمان فالقلب بعض الناس إذا قلت له لماذا لا تصلي يقول لك صلاها قلبي وامرأة إذا لا تتحجب تقول لك الصح فالقلب الحجاب فالقلب هذا خطأ هذا مفهوم مخالف لدين الله مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يكون في القلب بالاعتقاد ويكون بالكلام تتكلم بالإيمان ويكون بالأعمال بأن تعمل الصالحات إذا الذين يقولون الصح فالقلب مخطئون ثم نضرب لهم مثلا شخص يقول أنا جزائري أحب الجزائر ثم يرفع عالم فرنسا ويقول تحيا الجزائر ماذا يقول الناس له أنت تكذب كيف تقول تحيا الجزائر وأنت ترفع عالم فرنسا مثلا إذن حبك للجزائر في القلب لكن يجب أن يظهر في أقوالك وفي أعمالك وهذا مثل إذن ولله المثل الأعلى ديننا مبني على العقيدة في القلب وعلى العقيدة والإيمان باللسان والإيمان في العمل الصالح إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمنا ولهذا يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم كلمة أعمالكم هذه موجودة في الحديث مع الأسف هناك بعض الأئمة بعض المشايخ بعض الأساتذة يقرؤون الحديث إلى قوله إلى قلوبكم ويتوقفون ويقولون رواه مسلم ويسقطون كلمة أعمالكم هم لا يسقطونها عمدا لكن هذا الخطأ متولد عن خطأ في طبعات لكتاب رياض الصالحين سقطت منه هذه الكلمة وثم هناك طبعات أخرى والحمد لله استدركت هذه الكلمة الموجودة في صحيح مسلم وهذا السقط أدى إلى نتائج خطيرة أن بعض الناس صاروا يظنون أن الصحف القلب إذا كان قلبك أبيض اللي باقي ما يهمش وهذا خطأ كبير والله تعالى يقول في القرآن الكريم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون إذن العمل سبب لدخول الجنة فعلينا أن لا نستهزئ بهذا الأمر أو نتهاون به من المفاهيم الخاطئة التي هي منتشرة عند بعض الناس بعضهم يقول أنا لا أريد الصلاة لماذا؟ لأن فلانا وفلانا يصلي ويفعل منكرات أنا لا أصلي وبعض النسوة المتبرجات تقول أنا لا ألبس الحجاب لا ألبس الجلباب لماذا؟ لأني أرى بعض المتحجبات يفعلنا المنكرات طيب هذا خطأ ما هو الحل؟ صلي ولا تفعل منكرات لماذا لا تصلي؟ تحجب أيها المرأة الحجاب الشرعي ولا تفعل المنكرات التي وقعت فيها بعض المحجبات ثم نقول هل تستطيع أن تقول أن الصلاة هي التي دفعت ذلك المصل المخطئ إلى الأخطاء؟ لا الصلاة ليست هي التي دفعته إلى ذلك الحجاب ليس هو الذي دفع تلك المرأة المذنبة إلى ذلك الخطأ كذلك من المفاهيم الخاطئة التي يجب علينا أن نبتعد عنها بعضهم يقول أنا لا أريد أن أصلي الآن لأنني أعرف أني سأترك الصلاة إذن من حبش نتمسخر بربي من حبش نستهزى بربي وهذا طريق من طرق الشيطان تلبيس ومدخل من مداخل الشيطان على الإنسان إذن ما هو الحل؟ الحل صلي وأقم الصلاة حتى تحبها لأن الله تعالى لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تقيمها ولهذا اقرأ الآية وما قبلها وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة التي تنهىك عن الفحشاء والمنكر هي التي تقيمها تقومها تقوم بها يعني سجم صلاتك سجمها هذه هي الصلاة التي تنهىك عن الفحشاء والمنكر أما الإنسان الذي يصلي ولا يقيم الصلاة تجده يقع في الفحشاء والمنكر إلا من رحمه ربي كيف نقيم الصلاة؟ أن نحافظ على وقتها أن نصليها في جماعة إلا من عذر أن نصليها بطهارة كاملة بخشوع وحضور قلب وخضوع وأن لا نسرع فيها سرعة تذهب الخشوع وتذهب الطمأنينة هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كذلك المحجبات عليها أن تتحجب الحجاب الشرعي لا الحجاب التقليدي الذي نراه اليوم ترى كثيراً من النسوة يتسترن لكنه ليس الستر المطلوب شرعاً الذي أوضحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم نقول لهؤلاء الذين يقولون أنا لا أريد أن أصلي الآن لأني أعرف أني سأتركها هل تقول مثل هذا الكلام في العمل الدنيوي لماذا تذهب وتعمل في المصنع أو في الوظيفة ولا تقول والله أنا لا أريد العمل في هذا المكتب لأني أعرف أني سأتركه أنت لا تقول هذا الكلام لأنه فيه مادة إذن أيها المشاهدون الكرام هذا المفهوم خطأ علينا أن نصححه علينا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن نصلي وأن نحافظ على الأوامر ونجدنب النوائي هنا تنبيه بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أقوم بكل الإسلام ومن قال لك أنك تستطيع أنت تقول هذا لنفسك إن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ورسولنا الكريم الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي يحب لنا الخير أعطى لنا برنامجا جدولا نظاما نسير عليه في هذا الأمر في الأوامر ماذا قال ما أمرتكم به من شيء إن فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه الله أكبر نظام قاعدة مهمة سهلة في الأوامر في الواجبات افعل ما تستطيع هناك مسلم لا يستطيع أن يصلي بالوضوء يتيمم هناك إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا هناك من لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت في وقت إحداهما كالظهر يأتي بالعصر إليها أو الظهر يؤخرها إلى العصر ولكن لا بد أن يصليهما قبل الغروب أو المغرب يؤخرها إلى العشاء أو العشاء يقدمها إلى المغرب إذن الأوامر نفعل ما استطعنا أما النواهي وما نهيتكم عنه فاجتنبوه المحرمات اتركها لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتركوها لأن النهي والحرام هو كف يعني ابتعد عنه ما فيش كلفة بينما الأوامر فيها عمل فكل واحد على حسب استطاعته إذن إذا فهمنا هذا الأمر فإنه يسهل علينا إن شاء الله السير على طريق شريعة الله ولكن دائما بتوفيق الله فعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الفقه في الدين وأن نتعلم ديننا الصحيح بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهى ترجمة نانسي قنقر